هناك سورة تقي من الفتن العظيمة وفيها آيات تنفع في فتنة الشباب وفتنة المال والزرع وفتنة العلم وفتنة الملك والسلطان والقوة إنها سورة الكهف فهي تقي من فتنة الدجال وقصة فتية أصحاب الكهف مهمة في الوقاية من فتنة الشباب وقصة صاحب الجنتين مهمة في الوقاية من فتنة المال وقصة موسى والخضر عليهم السلام تقي من فتنة العلم وقصة ذي القرنين مهمة في الوقاية من فتنة القوة والسلطان